ارتفع عدد ضحايا تفجير الكرادة الدامي وسط بغداد إلى 250 قتيلاً مسجل جثثهم في وزارة الصحة وأكثر من 200 جريح بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة أحمد الرديني الذي ذكر أن من بين ضحايا التفجير 150 جثة متفحمة لم يتم التعرف على هويتها مبيناً أن الجثث موجودة في دائرة الطب العدلي لإجراء فحوصات الحمض النووي عليها قبل تسليمها إلى دويها مؤكداً أن معظم القتلى هم من فئة الشباب